أخيرا مشاهدنا الكرام اتسعت دائرة إضراب قطاع النقل العام والشحنات في الأردن اليوم الأحد للمطالبة بخفض أسعار المحروقات خاصة مادة السولار التي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال العام الحالي في ضوء تحرير الحكومة الأسعار للتماشي مع الأسواق المالية العالمية ودخل هذا الإضراب يومه السابع على التوالي فيما تدعت قطاعات نقل أخرى للإضراب لذات الأسباب ومن بينها سيارات التطبيقات الذكية والبساط العاملة على خطوط المحافظات ورفض أصحاب الشحنات اتفاقا توصلت إليه النقابة التي تمثلهم مع الحكومة لأنه من وجهة نظرهم لا يلبي مطالبهم ولا يعودهم عن فروقات ارتفاع تكلفة النقل خاصة من ميناء العقبة وإليه بسبب ارتفاع سعر مادة الديزل إلى مستويات غير مسبوخة